اشتركوا في القناة باردة وكتلة هوائية توصف بانها باردة ورطبة قادمة من المناطق الشرقية للقارة الاوروبية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وستسبب هذه الكتلة الهوائية الباردة تعمق لمنخفض جوي بمشيئة الله تعالى غير معتاد مثل هذا الوقت من العام ويسبق تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي دخول المملكة في احوال جوية غير مستقرة يوم الاثنين بحيث يتوقع ان تهط الزخات الرعدية من الامطار بمشيئة الله تعالى في مناطق عشوائية ومختلفة من المملكة ولا يستبعد ان تكون هذه الزخات الرعدية احيانا غزيرة وربما تشكل جريان الاودية والسيول في بعض المناطق اما يوم الثلاثاء فبمشيئة الله تعالى يتوقع ان تهدأ قليلا من الاجواء وبفترة مؤقتة مع ساعات صباح وظهر يوم الثلاثاء على ان تعبر المملكة مع ساعات الليل جبهة هوائية باردة تعمل على هطول الامطار الغزيرة بمشيئة الله تعالى في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة وتكون هذه الامطار الغزيرة مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط لزخات البرد ويستمر تأثر المملكة يوم الاربعاء بهذا المنخفض الجوي العميق بحيث تكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة في اغلب مناطق شمال ووسط المملكة ولا يستبعد ان تبقى هذه الامطار غزيرة ومترافقة مع تساقط لزخات البرد وحدوث بعض العواصف الرعدية على فترات وتبقى المملكة مع نهاية الاسبوع يومي الخميس والجمعة بتحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة وبالتالي تبقى الفرصة قائمة لهطول المزيد من الامطار بمشيئة الله تعالى وعلى اثر ما سبق يحذر خلال هذه الايام وخاصة يوم الثلاثة على الاربعاء ليلة الثلاثة على الاربعاء من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة والعديد من المناطق في شمال ووسط المملكة كما ايضا ويحذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية كنتيجة لغزارة الامطار كما ويحذر من خطر شدة حدوث العواصف الرعدية احيانا وايضا من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية كان معكم محمد الشاكر بالموقع تقس العرب الى اللقاء